موسيقى موسيقى أستاذة مهى أوباق المحمية التي معلشت أن تصير الجادة الكثيرا هتكلمين عن التجربة النهاردة النهاردة التجربة هاي لا بصراحة هي أول تجربة حيالية بعد الثورة فيها انتخبائط الديمقراطية وفيها روح بديدة عظيمة لمصر خلينا نقول للمصر أبداً شمساني شدغين وطولنا فيها شباب داستة أداري نقول بقى للماضي جمعة 9-9 ما رأيك في الأحداث التي حدثت تسعة تسعة أنا طبعاً كنت مشاركة في الميدان وفي الجدار هد الجدار وفي مع الألترس من الصبح عند الدار القضاء العالي عشان جمعية القضاء وأنا مع كل ما حصل اليوم ولو إني ما كنتش جوه الصفارة لكن كنت أتمنى بقى مع اللي كانوا جوه الصفارة لأنه إحنا محتاجين من نقول لكيان الإسرائيون أن إحنا أكوية ولازم تعملين لنا حساب دلوقتي إسرائيل بتقول إزاي نردي الشعب المصر إزاي نردي شباب مصر بدأوا يعملون لنا قيم أو بدأوا يعملون لنا حساب إذا المجلس العسكري مش قادر يعمل دا فلازم الشعب المصر يعمل دا وده اللي حصل لتسعة تسعة حضرتك عضو في لجنة إيه نقابة المحامية لجنة الحريات مستمعات لجنة الحريات حضرتك آه عضو لجنة الحريات وعضو حركة كفاية هتقدمي إيه كصفتك محامية وفي لجنة الحريات للذين يحاكمون الآن بتهمتك تحام السفارة الإسرائيلية أنا بحضر كل المحاكمات طبعاً أو في محاكمة لها بتاعة مبارك والعدلي وأنا جلي مبارك أنا حضرت كل الجلسات وأنا عضوهاية الدفاع لكن كمان الشباب اللي دخلوا السفارة هم أولى بأننا كمان لدفع عامهم لأنهم بجد من خير شباب مصر هم أقاموا أو دفعوا شالوا الدور إننا كنا المفهوم نعمله وقاموا بيه عنا فلازم ندفع عامهم وانت فين يوم تسعة تسعة ساعة تقتحامل السفارة كنت عند وزارة الداخلية إيه عملت إيه كنت مع الألترس وقفين بنحتفل بأن ما فيش ولا عسكالي وقابه قدام الوزارة قالوا خايفين جوء زي الحد جايله ضيف مش قادر عليه فبيعف اللي الباب طب إيه بقى الواقع اللي وقع عليك بعد هدم الجدار وبعد اختحام السفارة للسارية والله الحد دلوقتي ما فيش حاجة توجهتل بشكل واضح يعني لكن على الفيس بوك طبعا فيه معالج دورية بيننا وبين اللي راضين بنص ثورة وفلول النظام لكن إن شاء الله أننا منتصرون يعني أنا إن شاء الله هجيلك النقابة عشان أتكلم معاك على بعض الأشياء أصيرت في بعض البرامج هتكلمك بيها في النقابة إن شاء الله أهلاً وسعلاً شرفني جداً بسيء بسيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر